بسم الله الفيديو ده عبارة عن شوية دردشة عن العلاقة ما بين و الكيوف الأنظمة الهيدروليكية و في المحركات و من وجهة نظر تانية هو العلاقة ما بين الرياضة و الأنظمة الميكانيكية عمتا و إيه العلاقة ما بين الاتنين وبعضهم أنا آسف أنا خطي وحش الفيديو ديت أنا عمله بطريقة بسيطة أبسط حاجة ممكن عن بها فيديو الغرض إن أنا عايز أجرب فكرة لما أكون حايف بإنما أعرض فكرة بشكل سريع هل الطريقة دي طريقة فعالة ولا لأ ولا لازم إن أنا أفضل أشتغل على الفيديو من ناحية الشكل بتاعه وخلافه وهي مجرد تجربة لو عجبتكم عرفوني في الكومنت لو ما عجبتكم شدوني شوية عليها ملاحظات و إن شاء الله حاول أسجل الفيديو مرة تانية بشكل متقن أكتر زي الفيديو اللي كنا بنعملها قبل كده خلانا نخش في موضوعنا دلوقتي أنا عندي سيلمدر بالمنظر ده فالسيلمدر دي البريشر اللي أنا محتاجه عشان أرفع الحمل ده ده عبارة عن الفورس اللي أنا محتاج أرفعها على الاريو في حين دي أنا شوف السرعة أو شوفت أنا محتاج كيو قد دي عشان أرفع السيلمدر دي بسرعة معينة فأنا هلاقي إن الكيو ديت عبارة عن اللي اي مضروبة في الفي اللي اي المساحة بتاعت البستو المضروبة في الفي السرعة اللي أنا عايز أرفع بيها السيلمدر بتاعي ولو جينا بصينا على القانونين دول كده هنلاقي إن مفيش أي علاقة ما بين البي والكيو يعني لو أنا عندي دلوقت أنا شايل هنا واحد طن أو بقيت شايل عشرة طن المفروض السرعة بتاعتي هنا ما يحصلش فيها أي فرق لأن الكيو عندي سبتة ولو أنا جيت زودتي الكيو اللي أنا بدخلها للسيلمدر دي فده مش هيأثر عندي على البرشير اللي أنا محتاجة أرفع بيه الواحد طن أو العشرة طن طالما إن أنا مغيرتش الحملة اللي عندي فأنا مهما غيرت الكيو هيفضل البرشير اللي أنا محتاجه ثابت عمره ما يتغير وهنا نبدأ بقى الناس تبدأ تتشاكل معايا أو بعض الناس تبدأ تتشاكل معايا تقولي لا أنت عندك في قانون بيقول لك الباور بتساوي البي في الكيو إذن لما تيجي تزود البرشير الكيو تقل تزود البرشير يعني بتضرر أن تزودت الأحمال في الكيو تقل وهنا أقول لك يعني خلنا بقى نتكلم شوية عن الرياضة وعلاقتها بالطبيعة أو الأنظمة الميكانيكية القانون بتاعك دوت صح في حالة أن الباور كونستانت الباور سابتة هل الباور سابتة؟ وإزاي الباور تبقى سابتة؟ لو أنت عندك هنا وهنا الباور سابتة يعني تدينا في الوريد سابت مهما زاد البرشير قدامنا وهذا معناه أن كل ما زودت البرشير كل ما المضخة هتفضل ضخي نفس الكيو وتسحب باور أكتر من المطور أو الانجين أين كان المشغل الذي يشغلي الباور لحد ما أنا أوصل للمكس مملود على السيستم ويا المطور يقف أو المطور يقف قبل أن يكسر أين كان يفتح أين كان السيستم أين كان السيستم فهنا النظام الطبيعي أو الوضع الطبيعي إن الباور ليس كونستانت إمتى الباور اللي أنا بسحبها تبقى كونستانت؟ لو أنا حطيت ديفايس ما عشان يعدلي الموضوع ده يعني مثلا جيت استعملت مضخة متغيرة الإزاحة مركب عليها باور كنترول لو أنا جيت حطيت مضخة متغيرة الإزاحة مركب عليها باور كنترول فالكيرف يبقى بالمنظر ده عند بريشر معين سيبدأ كل ما الحمل يزيد كل ما الفلوريت يقل كل ما الحمل يزيد كل ما الفلوريت يقل وهنا أنا حطيت حاجة ميكانيكية عشان تسبك لي الباور وهنا هو العلاق بين الرياضة والأجهزة الميكانيكية في الحقيقة إن الأجهزة الميكانيكية اللي بنتعامل معها كلها وعلاقتها بالقوانين هي علاقة ملتصقة ببعض جدا أنت ما ينفعش تبص القانون من غير ما تكون تبص على السيستم والأجهزة اللي ركبة عندك بمعنى القالون ده عشان أقدر أحدد الباور كونستانت ولا لا أنا محتاج أن أنا محتاج أن أنا أعرف إيه الحاجة اللي هتثبت لي الباور لأنا ما عنديش حاجة هتثبت الباور يبقى أنا ما أقدرش أفرض أن الباور ثابتة مثال تاني لده وهو العلاقة مثلا ما بين الاريا وما بين الفيت هل الاريا بتاعت السيلندر بتتغير عمر من الاريا بتتغير وده معناه أن عندك يو سابتة الفيت تفضل الفيت هتفضل سابتة ولكن لو ده تلسكوبك سيلندر التلسكوبك سيلندر بيكون في مجموعة من الوصلات وكل وصلة لها اريا مختلفة عن التانية وهنا ساعتها نلاقي أنه لما بتغير من وصلة للتانية لما أخلص يبدأ الاريا عندك تتغير وبالتالي السرعة عندك تتغير وده باعتبار أن نفس الكلام بيحصل في الاريا لما أنت بتتنقل للوصلة التانية القرية عندك تصغر وبالتالي الحمل اللي انت محتاجه عشان ترفع نفس الحمل بيزيد قصدي في الآخر لأن احنا ما نقدرش نفرد أي حاجة غير لما يكون في عندي جهاز ميكانيكي بيفردها هنا يكمل معايا الشخص اللي بيجدلني دلوقت ويقول لي لا برضو يا باشو انت كلامك مش مظبوط أنا لما باجي بحط هنا عشرة الصورة عندي بتتغير عن لو انا حاطت واحد طن هقول لك برضو مرة تانية القوانين بتعبر عن الواقع الارو اللي بيحصل ده ده معنى ان في حاجة احنا مش اخدين بالنا منها والحاجة دي احنا محتاجين نبص عليه يعني مثلا لو احنا افترضنا الدائرة بتاعتك فيها شوية تهريبات ودي حاجة طبيعية جدا نقدرش نغال بترمبة ترسية كفائياتها اساسا 80% 85% لو انت شغال بصمامات اي كلام فانت عندك فيها تهريبات بشكل طبيعي وخلافه اغلب الانظمة من الهيدروليكية البسيطة نقدر ان الكفاءة بتاعتها سيئة وجزء من الكفاءة السيئة دي بشكل كبير سببه ان فيها عندي مجموعة من الخلوصات بتهرب شوية زيت على الداخل القارفز ده القانون بتاعه بالمنظر ده ديقولك الكيول الكيول اللي هتهرب بتساوي الكلف الكلف مرتبط بالثروتل نفسه مضروف الاريا على جزر الالتا بي مضروف 2 اعلى الرو نقدر الرو تبتة معنا باعتبار أن لا نستغير في الزيت تخدم بأيكم أنا مش قادر أقول ذا لا نستطيع القول أن الرو سببة الكسافة تبع الزيت ثابتة إلا لو انا او تغير او تغير درجة الحرارة ذاتك لان لو انا غيرت الزيت بالنسبة لديك وكانε تغير بوضع ولكن دعنا نهمل هذا الجزء دلوقتي العلاقة عندنا بين Q و area و delta B لاحظ معي ان الوضع كان قاتي تتنى تربيع تتنى تنقص مع delta B at area تساوي constant هذا أورفس ثابت ليس نغير في area هو الخلوصات التي لدينا التهريبات أي كان يعني دعنا نفترض أن التهريبات هي عبارة عن أورفس القانون بالتهريبات ولكن اخترت ان اعبر عن التهريبات بأورفس لكي أسهل النقاش لو انا اعتبرت ان area ثابتة فهو اعتبرت ان area ثابتة لان عندي الجهاز الكاميكي بيقول لي area ثابتة هنلاقي عندنا ان Q مرتبطة بالبريشر وده معنى لما اضع 10 طن البرشور اللي انا محتاجه هنا عشان نرفع 10 طن زيادة البرشور العالي سيزود لي التهريبات اللي رايحها عندي على التنك وبالتالي نلاقي ان الكيو الحقيقية اللي بتوصل عندي للسيلندر قلت فمرة ثانية في الطبيعي ما فيش علاقة ما بين البرشور الا اذا كان في حاجة ميكانيكية في الواقع هي اللي عملتلي العلاقة دي وانا ييجي السؤال المعتاد والاخير وهو معلش في الانجين في المحركات الديزل الضغط بتاع الزيت اللي احنا بنحكم به في الاخر على العمرة بتاعتنا او بنشوف به سبايت بتاعتنا الوير عندنا اخبارها ايه الوضع فيها عامل هل هي مزبوطة هل عندنا مشكلة في الكرانك او خلافه بنبص على الضغط بتاع الزيت وبنلاقي ان احنا كلما بنزود الانجين رب الانجين بيزيد زيادة الانجين بيزود لي الكيو لانه هو العلاقة بالكيو برضو لو احنا ه impreuzناها من ناحية البمب هي بتساوي البمب مضروبة في الانجين اللي هي عدد اللفات بتاع المضخة فنلاقي دلوقت انه لما انا بزود الانجين انا بزود الانجين بتاع المضخة وبالتالي انا بزود الكيو المشكلة انه اللي بيحصل ونرى ان البرشير يزيد معنا كيف يزيد البرشير؟ هناك علاقة ما بين البرشير والكيو هذا المفروض ولكن لو انت جيت بسيط للأنجن فانت تقدر تعتبر الأنجن حاجة بالمنظر انت عندك البنب بتضخ الزيت لمجموعة من الخوانق الخوانق دي هي تقدر تعتبرها النوزل بتاعت التزييت اللي بتضخ الزيت على السيلندرات من جوه عندك كمان الزيت اللي داخل من الكرانك داخل عند الجورنال بيرنج تقدر تعتبر كل الحاجات دي عبارة عن خوانق ركبة مع بعض على التوازي بالمنظر ده الخانق زي ما احنا قلنا من شوية اللقب بتاعته الكيو تربيع بتتناسب مع الدلتا بي دلوقتي لما أنا بزود الاربي ام بتاع البنب عندي سيكون الاربي ام اللي موجودة عندي في السيستم ثابتة ما هو انا ما بغيرش في الرشاشات تاعت الزيت ما بغيرش في الاسبايب بتاعتي ما بغيرش في اي حاجة من دي وبالتالي لما انا بزود الاربي ام انا بزود دي الكيو وبالتالي الدلتا بي او البرشار عندي اللي انا بشوفه بيزيد فمرة تانية سبب العلاقة اللي حصلة دي هو انه ان السيستم بتاعي ميكانيكيا هو اللي عمل لي العلاقة ولكن مفيش حاجة اسمها ان فيه اي كميتين ليهم علاقة مع بعض كده وعشان كده بالمناسبة في المحركات لما بيحصل عندك ان انت يحصل عندك ان بيرنج يحصل فيه مشكلة او سيديكا يعني تلحس يعني ايا كان لما يحصل عندك حاجة زي كده ده معناه ان انت في عندك اورفس من هنا الاريا بتاعتها زالت ولو جيت بسيطة على القانون بتاع الاورفس بيقول لك ايه بردو بيقول لك والله ان الاريا سكوير بتتناسب مع واحد علاقة دلتا بيه يعني ايه دلوقت يعني ان انت لما هتزود الاريا عندك فرق الضغط عندك او الضغط عندك هيقل وبالتالي ضغط التزييط اللي موجود عندك هيقل وده مؤشر يقول لك ان انت في عندك مشكلة في السباك بالمناسبة اللي بيحصل وقتها ان الزيت بيبدأ يغرب من المكان ده بمعدل كبير وما يكونش في عندك ضغط كافي لتزييد المكونات بتاعتك والانجين بتاعك ويبدأ يصبح عندنا الفيلير بالشكل اللي احنا عارفينه الخلاصة بتاعي لم يعد علاقة بين البي و الكيو ابدا bond اذا احنا حقي A إخافنا حاجه ميكانيكية مكونا بداء يربط لك العلاقها ببعض بعض مثل لا يمثل العلقة ما بين التمبراتش ، و المسافة لو قلتك أنه باللوجه بين أثنين 000 M فأنت الطبا يح PV سوف تبعني العل coup بين ح дел و المسافة لكن يعيش التطوير Eagle طب أنا قلتك تعال نعرض الحراره التي تحتONG حتة حديدة فهم حرب حرارها داخل во الحرارة ستتعامد دد قبل من الجزء مركز هانا personally فلما تمددت بقى دلوقتي بقى فيه عندك علاقة ما بين الحرارة وما بين المسافة كل حاجة في الدنيا كده اي كميتين في الدنيا مفيش بينهم علاقة الا لما احنا نحط جهاز يقولك او ديفايس ميكانيكي هو اللي يعملك العلاقة دي اتمنى الفكرة تبقى وضحت زي ما قلتلكم لو طريقة الفيديو المختصرة بذيت فيديو ليست مرهقاريا فالتحضير فلو الطريقة ذيت ان شاهدتها طريقة مميزة عرفوني انا ممكن اعمل فيديو من ذيت بشكل كبير وشكل كبير حاجات كثير ممكن ان انا نتكلم عنها بس هي مرهقة في التجهيز وتاخد وقت فلو انا طريقة دي طريقة مميزة في الفيديو فانا ممكن اعمل فيديو باكتر بالشكل ده أتمنى تكونوا كويسين كلكم وتمنى الفيديو يكون مفيد استني أرأكم وتعليقاتكم والشكل معاكم في بإذن الله